مستردام تستدعي سفيرها من طهران للتشاور عقب التصعيد الحاصل بين البلدين على خلفية اتهام هولندا للنظام الإيراني في يناير الماضي بالتورط في تصفية اثنين من المعارضين على الأراضي الهولندية وهما علي معتمد وقد قتل في مدينة ألميرة وأحمد المولى الذي اختيل في لهاي الأزمة الحالية بين النظام الإيراني وبين هولندا وقعت بعد حينما الدولة الهولندية طاردت اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين على خلفية اتهام هذا النظام بارتكاب جرائم على الأراضي الهولندية حيث كانت هؤلاء الدبلوماسيين الإيرانيين لهم اليد في اختيال أحد المعارضين إيرانيين زايد أحد المواطنين الأحوازيين وهو المواطن أحمد مولى وبناء على توصية من أمستردام فقد فرض الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوبات على جهاز الاستخبارات الإيراني وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين التابعين للنظام فيما صرح وزير خارجية الدنمارك في وقت لاحق أن بلاده أحبط عملية إرهابية لاختيال عدد من المعارضين الأحوازيين على أراضيها اتهم طهران بالوقوف وراءها وقد سبق ذلك أيضا اعتقال شبكة إرهابية بين ألمانيا وبلجيكا تابعة للسفارة الإيرانية في بروكسل كانت تخطط لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس والقائمة تطول نحن نأمل من الدول الأوروبية وأيضا كل الدول العالم أن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه هذا النظام الإرهابي كما نأمل أن تكون هناك عقوبات عليه مثلا طرد الدبلوماسيين الإيرانيين أو إغلاق سفاراته حتى ربما يصحح مساره هذا النظام الإرهابي وعلى ضوء المعطيات على الأرض فإن الأنظار باتت موجهة إلى القنصليات والسفارات الإيرانية في العواصم الأوروبية التي أعلنت أغلبها بأن طهران أضحت تشكل تهديدا حقيقيا ترجمة نانسي قنقر